عارفين الرحمة هي اللي بتمسك ما بين لبينات المجتمع ولزيك عمالة الاطفال لا تستهينوا بيها عمالة الاطفال في الغالب ممكن تفكك المجتمع فلزيك احنا مش هنسمح بدا وعشان كده لو شفت طفل او الاجراء اذا شفت طفل بيتعرض لأي انتهاك من اي نوع لازم تساعده وانك تتصب بخط نجلة الطفل انه يتمنى 16 تاعة صفار اللي استشأل تتصب نجلة الطفل عشان نمنع الكلام ده عن الايه عن الطفل ان هو يحصل ليه انتهاك لهذه الطفولة امر التاني احنا لابد ان احنا بشكل واضح يبقى عندنا كده حس مجتمعي للمراقبة على الاماكن اللي فيها عمالة الاطفال ان احنا يبقى عندنا توجه في مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع فكرة عمالة الاطفال الناس تحاول بقدر الامكان تعمل جزء من العمل التطوعي في مكافحة عمالة الاطفال الحاجة المهمة كمان احنا لازم يبقى الناس كلها المهتمين لازم نعمل برامج توعوية ولازم نخلي ملف لازم نخلي مسألة مكافحة عمالة الاطفال احد اهم البرامج التي يتم تدريب الدعاء عليها ازاي كفحوا عمالة الاطفال خلي بالكم ان عمالة الاطفال دي هي ممكن لتجر الناس الى التطرف والارهاب فلازم يبقى جزء من برامج تأهيل الدعاء ان هم يتدربوا على مسألة مكافحة عمالة الاطفال كمان لازم نروح للأهل نعلم الاهل حاجة تانية لازم نعمل بدائل للناس اللي بيشغلوا اولادهم نعمل بدائل ايه البدائل اللي احنا نعملها لهم نخلي الاب والام يتعلموا مهارات جديدة وانتح لهم اعمال في مقابل انهم يتركوا الاطفال يتعلموا وانهم يعيشوا حياتهم خلي بالكم ان في اعمال فنية لما كانت بتحكي عن تحول الشخص الى بلطهي او الهرابي بسبب ان هو من هو صغير كان بيشتغل في العمل الكلام ده ما كانت شيء فقط زي ما بيسمونه الناس تمثيل لكن كان بيكشف عن واقع يا سادة انا خليت الحلقة النهاردة دي بهذا الرتم وبهذا الاسرار لان في الحقيقة انا شايف ان الاطفال اجمل ما فينا وانا شايف ان الطفولة بركة اقول لكم حاجة انا شايف ان الطفولة مدد من الله كل ما زاد الناس احترام للطفولة وذاقوا حلاوة البراء اللي في الطفولة واحترموا الاطفال كل ما الناس دولا كانوا بيكشفوا اكثر مدد وساعتها هيحسوا بالبركة في الحياة والرحمة والخير والجمال يا رب جمينا بمددك وبرحمتك وبتوفيقك وكعالنا نحافظ على هداياك وعطاياك اللي منحتنا اياها بفضلك وكرمك يا رب العالمين واللي على رأسها الاطفال والطفولة